اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في ظل ارتفاع واتقان عمل من جاب الناد الاهلي في عملية منظمة في استقرار على الأجهزة الفنية وعلى التشكيل وعلى التدوير ويقابلوا أندية منافسة الأندية المنافسة بتعاني نتيجة ممكن يكون أحيانا بعض الأندية من الإدارة وينتغيير الأجهزة الفنية فأعتقد الماتش بيبقى ما بين تعادل وما بين 1-0 لأحد الفريقين وأعتقد ده اللي انتهى به اللقاء يعني الزمالك كان متعسر نوعا ما كان كابتن أهب جلال برضو بس مش حافظ الفريق قوي بيبص على العيبة جاب العيبة برضو يعني تشوف تحس أن كابتن أهب جلال كان مع المقصة وإمبي حاجة من شاء الله راح مع النادي الزمالك الناس كانت توافقلة جدا بدأ أتعصر شوية بدأ دلوقتي يرجع تاني كابتن أهب جلال شايفوا إزاي مع النادي الزمالك أنا قلت مرة واثنين وثلاثة الكابتن أهب جلال ممكن هيبقى مدرب كويس لأنه بيتمتع بشخصية هادية متزنة بيفكر كويس فإحنا مستعجلين عليه جدا في الإعلام فهو هيبقى مدرب كويس قوي بس يبقى فيه نوع من الصبر شوية المسيرة بتاعت السي في بتاعت أي مدرب بتحكم أنا موقعي إيه بالنسبة للتدريب فلما يكون أنا درابت تليفونة بانسويف كهرابة إسماعيلية ثم المقصة ثلاث سنين في المقصة الإدارة النجحة جدا جابت معظم العناصر من الأهل ومن الزمالك وهتلاقي دايما الهدفين أصلا كانوا لعيبة في الأهل جمع عنطوي وأحمد الشيخ وهشام كلهم عناصر متربية في الندر فأنا كمدرب لمعه ثلاث سنوات مع فريق فيه استقرار ما فيهش طلبات ما فيهش معاناة ما فيهش ضغوط علي وبعدين في الآخر أنا خدت مركز تاني حاجة جميلة جدا بالزبط وحاجة لازم نحيي عليها بالزبط وقبل ما نحيي عليها نحيي الإدارة بالزبط المعهده ثلاث سنين في كده أنا مستعجل طبعا عمل نتاق عمل سلوب كورة كويس بس برضو ما ننساش ما ننساش إن اللعيبة اللي موجودة لعيبة عالية جدا الموقف اللي هو إبلو وأنا يعني طبعا كل واحد حر لكن الموقف اللي هو دخل عليه في نادي الزمالك أنا شايف إنه هو فيه عشوائية عشوائية لأن أنا دخل على مجموعة لاعبين كل الفرقة جاية اللي جاي من أسوان واللي جاي من اسكندرية واللي جاي من هنا واللي جاي من هنا لسه ما فيش إنسجام ولا فيه تسبيل تشكيل قوام الفريق في نادي الزمالك مش موجود يعني لو نقول تشكيل نادي الزمالك مين العمود الفقر بتاع الفريق مش يتعرف مفيش مين اللعيبة الأدامة الموجودين في نادي الزمالك مفيش هتليم كلهم عناصر جاية جديدة كلهم يجوز يجوز يكونوا عناصر جيدة جدا لكن ممكن جدا ما تبقاش في نادي الزمالك نادي الزمالك بتاع بطولات الولاد اللي جايين دول محتاجين يبقى فيه عناصر أساسية في نادي الزمالك عارف عن ايه بطولات جو الملعب تقولهم نادي الزمالك ده بتاع بطولات فيبقى المجموعة الكبيرة القديمة اللي موجودة تغزي الناس دي مش المدرب مش إهاب جلال ولا غيره الناس اللي هي موجودة بتقولهم إخواننا لأ حتى أثناء المباراة بعد المباراة في التدريب في كل وقت يبقوا عارفين القوام ده شغال ازاي الكلام ده أنا حتى لما بجيب تدعمات تانية تدعمات تانية برضو هتلاقي برضو في معاناة لأن ما فيش انسجام وما فيش يعني النهاردة خمس ست مباريات ما فيش تشكيل ثابت يعني أنا هسألك أنت راجل راجل تحكورة راجل تحكورة قول لي مين بكريت ناس جمالك قول لي تشكيل بصراحة مين فرود نادي الزمالك حتى جميل الزمالك حتى نفسها بيقولوا إن احنا لسه مش عارفين ما تعرفش انت في أي حتة في الدنيا لما قولك طب الناد الأهلي مين بكريت هتقول لي فلان باكليفت فلان ووديل وفلان سردباك فلان وفلان مين راس حربة في خلاف وكذلك على مستوى حتى المنتخبات تلاقي منتخب أسبانيا معروفين فريق ريال مدريد في خلاف عليه نتيجة أنه يعني بيبقى فيه أخطاء أحيانا إدارية وفيه ناس جاية فيه توقيت ما فيهش دعم مادي فكل الأمور دي بتأثر نادي الزمالك هيفضل يعاني هذا الموسم لأنه أعتقد أنه برضو لسه يهاب يعني طبعا أنا جايلك أنا سامع النتش في الراديو خلس واحد سفر الشوط الأولاني الشوط الأولاني الزمالك جايب مضيع فرصة وكذلك اسموحهم برضو ضيعين فرصة بالزبط وكذلك الشور التاني ممكن يكون جاي هدف أو كده بس برضو المعاناة المعاناة لأنه أنا بقول لبعض الزمل في الإعلام إذا أنت عايز تكبر كبر بالراحة علشان الراجل حرام حرام أنه هو يتظلم يعني قول الله هذا مدرب كويس وإن شاء الله إحنا منتظرين منه المزيد لكن المدرب مش هو كل حاجة لازم الإدارة وبعدين أنا أجيب لعيبة قبل الموسم أنا هلعب بأني طريقة أنا مش هفرد اسلوبي على فرقة ناتزا مارك لا أنا أشوف العجينة اللي قدامي إيه أو القماشة اللي قدامي إيه أو الأفراد وهلعب بيها إزاي إنما أنا أحط فكري أحطه على اللعبة إزاي وأنا لازم بالعناصر اللي أنا هلعب بيها أبقى أنا بختارها وأعرفها لكن في مدربين شطرين أوكب تنعادل بفردوا أسلوبه مع اللعبة يعني نادرين شوف بالزبط أنا أكده عشان ما بقاش ظلم المدربين فيه مدربين بس يعني مدربين نادرين زي بيب جورديولا مثلا بتروح يروح برشلونة هو بيب جورديولا روح بقى الميونخ هو بيب جورديولا يروح منشاستر سيتي هو بيب جورديولا أسلوبه بيفردوا على اللعيب ويبدأ يطعم بلعيبة اللي هو عايز يطبق أسلوبه معه هو بيه هو جورديولا لما سات برشلونة مش بيرتحرد عليه أكتر من فريق بالزبط الصورة أسلوب حالك بيروح الفرقة المشابهة لأسلوب أما ليه وبعارف العناصر اللي هو هيشغل فكره عليه تمام جورديولا عمل حاجة في الكورة ما حادش عملها قبليه تمام إن الجول بيبدأ الهجم تمام والجول بيبقى اللعيب برقم 11 تمام مين عملها قبليه ما حادش عملها دلوقتي بيكله بيعملها طب مين اللي بيعمل عملات التحضير والنقل من الليمين للشنال هو عمل معنى الناس كتير بصراحة حاجة عبقرية أول ما راح بر هو رايح رايح بفكر لما راح تشيلسي وبيجيب العناصر اللي هو بيجيبها هو دلوقتي بيسرخ عايز يجيب عايز يجيب يجيب ثلاث أربع عناصر كبير بالزبط ليه لأنه هو دلوقتي متصدر الدولة ومع ذلك في حاجات معينة عايز يكملها نواقص إنما أنت بتكمل بعنصر اثنين علشان الحاجة اللي جوا دماغك تعمل فيه مدربين بقى علشان بنقول إن إهاب جلال من المدربين اللي هيبقوا ممتازين لأنه عنده عنده المقاومات بتاع شخصية المدرب الناجح أنا مستعجل عليه فأنا بدفعه دفع كده إنه ما ينجحش طب ليه ده ممكن في يوم الأيام يبقى يمسك منتخب يمسك كذا يبقى حاجة محترمة إنما أنا مستعجل عليه ليه سوى شخصية شخصيته هادية يا كابتن عادل يعني النقد بالنسبة له آه أكيد بفرم عليك لا تب العكسة فيش حد ينقضه والله يعني أنا بقى حاجات بسيطة أنا أنا يعني 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 حد يخليه من النقد طبعا ننقضه كابتن أهب مين من النقد اللي بنحبه لازم ننقضه هو واللي بينقضه كمان إذا من الزمله ما ينقضوش على الهوى ينقضو ينقضو في التليفون يروح يقابله يعود معاه ينقضو يقول له الحاجة الفلاندي يعرف منه يعرف منه إيه الموضوع إنما هو داخل في وسط الموسم في لعيبة كتير عشرين لعيب مفيش عمود فقر في الناتزة مالك آه مطالب بنتائج مطالب ببطولات الناتزة مالك جمهوره هيفضل لحد إمتى بيتقبل إنه يبقى آه بعيد بالشكل ده لأ يعني الناتزة مالك عايز باستمرار بطوله كلام محترم وكان لازم طبعا نسمع الكلام ده من الكابتن كبير زي الكابتن عدل طعيمة تكلم يعني بمنتهى الحديقة وتكلم بمنتهى الواقعية كمان نستعرض متائج الأسبوع لتلاتة وعشرين معك كابتن عدل ولو حداك عايز تتكلم في حاجة يا بس في نقطة في مدربين بقى يعني في مدرب بيجيلوا بيجيلوا اللعيب خمسين في المية ستين في المية يفضل شغال معاه زي ما حداك عارف كده في لعب موهوب فانت عالشغل اه بس بسنفاره بس في لعب مصنوع ده يعني قوي سريع في حيطة الكورة معقولة شوية انت بتنمهله بالشغل الليل النهار صبح وظهر بالليل تدريبات تخصصية شغل على ثلاث خشبات كل الحاجات دي تمام نستعرض مع حضرك نتائج الأسبوع لأهلي كسب نقولين ثلاث أهداف مقابل شيء هنتكلم عن أهلي في آخر لقاء مع حضرتك هنتكلم عليه يعني نختص بالحديث مبارات المقابلين السابقة ومبارات المقابلين الحالية كان لقاء مؤجن للأسبوع السادس أحرص ألاف طبعا باكماني وأحرص وليد أزارو عبدالله السعيد ثلاث أهداف منتهى الروعة هنتكلم على اللقاءات الأهلي تحديدا في الآخر الداخلية والإسماعيلي مباراة امتهت بالتعادل السلبي نحن ندربين إسماعيلي اشتكوا من ملعب الداخلية وقالوا نحن نفسيا نلعب زي الآية وزملك ما بلعب نحن ملعب الداخلية ملعب دايق ملعب 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 صعب تلعب عليك انا احيانا مبقى بزعل يعني اتعرف الجماعة في اسماعيلية قديهم احنا بنحبهم قريبين جدا على قلوبنا ونحب كورتهم ونحب بلدهم نفسها بلد جميلة واهلها اهل جميل بس مش كل حاجة تحط الاهل اهل في جملة مفيدة لا هم مش بقولوا اهل تحديدا هم بقولوا اهل وزمالك هم بقى ملعب كبيرا يا كابتن دي او واحد النادي دي بلعب فين في ملعبه؟ انت النادي دي كل ما لادش بتروح تسافر اسكندريب برد العرب انت استنق بقى لك سنتين الولادنا في رئتنا ما بلعبوش في القاهرة وانا عاشان نحدد الكلام كنساع فانا الصغير طالي يتكلم في احد الوسائل المسموعة ان الملعب يا جماعة عايزين نعب زي دي ذا ملعبو زي دي ملعب بس كبير لكن الزمالك ما بلعبش في الدخلية الأهل ما بلعبش في ملعب الدخلية فهو بتكلم في كده وإن الإسماعيل فرقة كبيرة من حقها نتلعب في ملعب كبير طب المصري ما بلعبش في ملعبه بالظهر طب فيه عندية تانية فهي العملية احنا كلنا لازم بنصبر لحد لما الجمهور يرجع إن شاء الله فبلاش نشتكي ودايما انت عارف لما أقول انا بقى اشمعنا الأهل والزمالك ده بيعنعكس على الشارع في الإسماعيلية إن هم حقوهم مهضوم وإنه يبقى فيه دايما فيه كرة ويبقى فيه عصبية لا إحنا مش عايزين دي عايزين الدور يكمل والإسماعيلي إن شاء الله ماشي مركز تاني هو حاجة جميلة ركز في فرقتك وركز في شغلك الملعب كل الأندية بتلعب عليه يعني كل الأندية بتروح تلعب في الدخلية طب ملعب الإسماعيلي زمان ما كان تقريبا كان كده يعني كان كده الإسماعيلية زمان كان الملعب كان كده فمن حقه من حقه طبعا أنه عايز ملعب كبير وعايز كده لكن مش ده السبب مش ده السبب اللي خلقت عادلت لا الدخلية كانوا أقوى وأفضل وكانوا مسيطرين على المباراة وضعت منهم فرص كتيرة جدا رغم الإسماعيلي ضيع فرصة في آخر ثانية فرصة في آخر ثانية لإسماعيلي ده بقى الفرصة دي لو كانت هيشتكي من الملعب مكانش هيشتكي من الملعب كلام مكنع بسرعة يعني كمان مكنع جدا مصعفان إنسان عزيز علينا ده حالب منصعفان كان حارس جميل كمان وحارس مياسا بصوء عصب شميه هم الحراس كده مش عايز أقول أنا بيني وبينه بقى الرجاء في مفاجأة مدوية كسب إنبي بسلاسة أهداف نظيفة الرجاء مع كابتن رمضان السيد وإنبي مع كابتن طرق عبدالله والله أنا بحي 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 رمضان تحية جاملة من المدربين أنا كنت بقولك عليهم اللي هو لا يفقد الأمل وعنده صبر وعنده جلد وعنده روح قتالية باستمرار قوية جدا ويقوم يدخل في حاجة تحريه يدخل في حاجة تحريه يدخل في حاجة تحريه طبعا فمع عدم أحيانا بيبقى في عدم تقدير شوية لأنك برضو بيبقى في مجموعة كده مسيطرة على الجدول يعني على الدوري يعني أي حاجة بقى يعني أعديها يعني أنا بصراحة بحب أتكلم مع حضرك في كلام اللي هو في مصراحة الكورة عموما ببقى فيه أربع خمس مدربين بقى مسيطرين على الجدول في الدوري وده السؤال كنت أسأل لحضرتك فلما بقى فيه مدرب يأخذ الرجاء وحتى الماتشات اللي هو بيتغلبها أو بيتعدلها البصة تلاقيها بيتغلبها أو بيتعدلها بشق الأنفس يعني الأداء حلو جداً يعني يعني لو أنا بقى رئيس نادي الرجاء ليه مجهبتش أنا بقى كابتر رمضان السيد من أول مصعت كانت الفرقة زمانها فين دلوقتي كانت فرقة ديها وضعتين مختلف شكلهم تغير دي الأمانة وطبع أنت أكون أننا أكسب بالإمكانيات الكبيرة قوي تلاتة ده أعجاز أعجاز وإنجاز ولازم يعني نحييه على الجهد ده وبرضو بنحيي مجلس الإدارة أنه قدر أنه يعتر في مدير فني كفء زي رمضان السيد طب كابتن رمضان السيدة يا كابتن عادل رجل كل ما بروح نادي أنا بحبه يعني أنا مش هنكرنا أنا بحبه جدا بحبه كإنسان كمان حضراك طبعا معاشره أنا بحبه كإنسان أكسبه بحد في الدنيا بحبه كويس فعلا وأي نادي بيروحه بيعمل فيه لمسة يعني كل راح بترجيت عمل فيها طفر راح الرجاء عمل في طفر كان عندنا في أمبي عمل فيها طفر برغم من كده مش ياخد حقه شايف دي يعني إيه السبب؟ السبب وفكر إداري سماصرة إيه السبب؟ والله يا فيه منظومة كده فيه منظومة مسيطرة يعني زي ما تقول كده بيبقى فيه لوبي مسيطر أنه أي مدرب من اللي قلت لك عليهم خمسة ستة دول مجرد ما هيمشي يبقى متسكّم في الحيطة الجاية بسيط تالي بيجنيني بصراحة؟ إنما أي حد بقى نوعية رمضان مفيش بقى صحوبية مفيش ده مفيش ده مفيش ده مفيش ده مفيش حد بيسوّق له هو مروش في كلام الحقيقة الزملة كلهم محترمين وكل واحد من حقه هو يكافح بس ندي فرص بقى للناس بس هتدي فرصة إزاي؟ ما ديما بقول لعيف في اللي بختاره؟ ما ديما بقول لعيف في اللي بختاره؟ ها وكده ها وكده يعني لعيف مش بالمدرب العيف في اللي أنا بختار وبختار طب أنا أنا شايف أن فلان كف بدون إمكانيات وما لا بقى فيه إمكانيات هيعمل إيه؟ بالزبط رمضان على فكرة كان هو ما أنا عالك تلفون يا كابتن عادل طيب حضرك بقى رحب به طيب رحب به يا رمضان كابتن رمضان السيد المدير فن نادي الرجاء أهلا بيك كابتن وعشان تعرف يا حميد الكابتن عادل تدربني في التصنيع كابتن عادل لو أنت بتتكلم دلوقتي على المدربين والمظلمين في مصر أول واحد فيهم الكابتن عادل التعيمة كابتن عادل التعيمة يعني مدرد كبير جدا 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 أنا عارف يعني في التدريب في مصر دي حاجة كبيرة جدا في التدريب في مصر أنا عارف دي الأسف الشديد انتوا زي ما بتتكلموا كده يعني المدربين الأكفاء الحقيقة ما بيقضوش فرصهم يعني كابتن عادل المدربي وأخويا وحاجة أخ كبير طبعا وأخ المحترم ومن شخصات أنا بحبها جدا 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 عب حميد وبالزيان بقولك بكرر الله التاني المدربين الكبار جدا في مصر لا يا كريمة يا كابتن أنا فرحاتي بالماتش اللي فات ده يعني فرحة كبيرة قوي ربنا خليك وكل ما تشاتك كل ما تشاتك وانت في البلدية وانت في كل حتة أنا متابعك وشايف الجهد اللي انت بتبزله جهد خارق وأنا مسكت البلدية قبل كده وأعرف الامكانيات تقريبا كانت صعبة جدا فانت بقول يعني الكبت في رمضان لو مسك مثلا الفرقة فيها انت فاكر لما كان مسك متروجيت كان عام النتاج فاكر فاكر وهو ده بقى المدرب ده المدرب بقى أنا رئيس نادي أختاره ليه؟ يعني بدون امكانيات بيعمل من الفسيخ شرباط امال ده لو مسك بقى حاجة وعايز اللعيب ده يجي أجبهوله دي حقيق عايز المعسكر ده هعملهوله عايز المصروف الجيد ده عايز اللايحة ده هعملهله دي حقيق يبقى حاجة تانية خالص دي حقيق وما بترشحش المنتخبات خالص ما ليه لأسخ خالي اتكلمنا احنا اتكلمنا بس مش عايز اعود اتكلم عشان هو دلوقتي حضر يعني معنا كابتن عادل فانا ببريك لك كابتن رمضان على ما معرفش ان انت كنت هجيب والله انا بتكلم واجه اللي واجه الله والله انا عارف كابتن هو كابتن رمضاني يستهل بصراحة انا اقولتلك في بداية كلام انا بحبه جدا كشخص وليل ان هو مدارب كويس كابتن رمضان ببريك لك على مباراة الامس مباراة صعبة جدا نادي امبي فريق كبير ثلاث نقاط غالية جدا بالنسبة لنادي الرجاء كابتن الله يباري فيك يا محميد يعني انا اقولك حاجة محميد احنا بقلنا سبع مباراة شغالين زي ما كابتن عادل قال يعني بدأنا مثلا ان انت تتعادل ماتحة السكندري في السكندرية وبعدين بتكسب المؤولين وبعدين بتتغلب ماتشاط الحقيقة كان تحكيم لي دخل كبير جدا فيها وما بنتكلمش وبعدين تكسب امبارح مثلا النادي امبي بالامكانيات الرئيبة اللي موجودة الحقيقة اعتقد ان ده بيعتبر مباراة كبيرة جدا ومباراة هتعتبر نقلة بالنسبة لنا في خلال المرحلة اللي جاية اكيد اكيد اه لكن انا برضو عاوز اقول في حاجة يعني حميد الحقيقة الحاجة سعدة بو صندوق اللي هو رئيس النادي ومجلس ادارة الحقيقة بيصندونا بشكل كويس اوي ويعني جبنا العيبة الحقيقة في ينايري ممكن بس هي طبعا لما بيجيب لعيبة انتقالات في يناير جديدة مابتدلش ندخلهم كلهم مرة واحدة احنا امبارح دخلنا سبع لعيبة بعد مثلا ثلاثة اربع مباريات عشان ما كناش نقدر ندخلهم كلهم مرة واحدة حاجة جميلة اوي بتلعبه عن مساحات معاك مدرب عام انا بحبه يعني كحاجة جميلة جدا في التدريب هايس ام شعبان يا كابتن عادي الحاجة حاجة مدرب وايس اوي 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 مدرب يعني ان شاء الله برضو يبقى ليه دوره في المسابة القريبة ومشكلة ان هو مكانش ناجمه معروف يعني هو بقى كابتن الرمضان مفروض الاشتكي انه ملعبش على ملعبه خالص في وسطين كان مباراة عادل يعني إن شاء الله بإذن الله في خلال المرحلة اللي جاية تبقى في التيم العمل بتاعنا تاني إن شاء الله يا رب يا كابتل ربنا يا وفاقوا إن شاء الله بس تطلعوا من المسؤولات الصعبة حضرتك فيها حضرتك بتحسبها إزاي كابتل رمضان والله أنا بص أقول لك حاجة عميد أنا يعني دايماً بحب التحدي يعني يمكن أنا هنا أقول لك حاجة أنا أول تجربة اللي هي كمدير فني وعندما كنت ماشيك مدرب عم مع كابتل أنوى السلامة في النادي الأهل اللي كانت من فريق كبير واشتغلنا مسلمين أول تجربة اللي هي كانت في أسوان تماماً في التويب ده ناس يقول لك أنت تطلع من النادي الأهل لتروح أسوان وتقول لهم لأ أنا أروح وبتحدي وروح تصعدت بيهم في أول سنة يعني أنا بحب التحدي في الشهر بتاعي والحمد لله رب العالمين يعني مفيش مفيش نادي رحنا إلا لما حطينا فيه بصمة ويمكن أنت زي ما أنت بتقوله كابتن عادل طعيمة طبعاً مدربناك كبير الحقيقة لما تشوف مثلاً في السبع مبارات أنت ليك شكل وانت بتدافع ليك شكل وانت بتهاجم دي حقيق دي حقيق آه يعني دي واضحة لكل الناس في روح كمان يا كابتن في اللعبة روح جديدة عليهم كمان بالضبط بالضبط يا حميد بالضبط فإحنا المبارات تعتمبارح دي يعني بنتمنى من ربنا أن يتكون ده فعلينا إن شاء الله بالضبط في خلال المبارات اللي جاية إن احنا نعمل نتائج إيجابية ونشوف ربنا يودينا فيه إن شاء الله بنهاية المسابقة إن شاء الله إن شاء الله كابتن ربنا ما بيضاعش تعب حد كمان حضرك بتقول إن المجلس الدارة دعمك كويس أو لازم يعملوا كده كمان اللعيبة لازم تحس بالمسئولية ولازم تقرحهم كمان أعلى من كده مئات المرات كابتن رمضان أتكلم برضو وقائع جدا شفت أمبي إزاي بقى أو شايف أمبي إزاي كابتن عاد برضو أمبي نتيجة إنه لأول مرة في تاريخه برضو بيغير المدربين واستغير التراري موجب أهاب جلال كان مدرب اللي هو أحسن مدرب موجود على الساحة وقت ما تعاقده معاه بعد كده جالو الزمالك اعتذر مش كان قبل أهابك كان فيه أظن كان طارق العشري كان فيه كابتن طارق العشري وكان فيه كابتن طارق بس جابوا مدرب كبير تغيير المدربين ده يعني ناخد قدوتنا قدوتنا الناد الأهل مهما اهتزت النتائج على مدى تاريخه المدير الفني ما بيتغيرش إطلاقا والحساب بيبقى في نهاية الموصل طالما أنا مقتنع إن المدير الفني كف وأنا جبته وبعدين لما جاه اختار لي لعيبة وجاب لي اللعيبة وأنا موفر له كل إمكانيات الإدارة هي بتبقى نمرة واحد ونمرة اثنين ونمرة عشرة لأنها بتعمل لك مناخ أسري تخليج بتشتغل وانت مطنئن ما فيش حد هيجي يهزك حتى لو فيه نقضة برضو بيسندك لو فيه جماهين بقى بيسندك ليه؟ لأنه هو اختار بعناية فلما يختار بعناية يفضل ورا رأيه أنا رأيي كان سليم ولا لأ فلازم يبقى رأيي سليم يبقى أنا أفضل مصر عليه وعتقد في سنة من السنوات كان الأهلي فارق بتلتاشر نقطة عن المنافس ومع ذلك أعتقد الإدارة كان الكابتن صالح إيه اللي حصل؟ فقد مستمرين والمدير الفن ما تغيرش والآله خدت دور سنة ده يعني الإدارات بقى أنا فكر تعرف أن ده ده الأسلوب الناجح والمدير الفن ما بتغيرش إلا لو فيه لقدر الله بقى حاجة غير محتملة اللعيبة بقى فيه مشاكل ولا حاجة فيه حاجات سلوكية بتاع ناشي إنما عمال على بطال عمال أغير مدربين نتيجة ضغوط بيجيلي من إعلام بيجيلي من صحافة بيجيلي من مسؤولين ما ننفعش أنا أكد على كلام حضرك لأني دايماً بقول الكلمة دي أنا اخترت وبقول للناس كلها أنا اخترت الكابتان عدل طعيم وخلاص أنا مقتنع به جداً تفضل لكابتان عدل طعيم أقول للمسؤولية وأنا قدام الناس أنا اخترتك خلاص طب تخيل أنا كمان شهرين روح تشيل الكابتان عدل طعيم ماشي ماشي بعد كده رح تجيب واحد تاني اخترت وتفضل هيعمل لأنت عايزه وبعدها بشهرين روح تشيل وهكذا أنا بقول للناس أنا إيه أنا ماشي حاجة على طول يبقى الخلل مش في المدير الفاني دي المشكلة دي المشكلة اللي الناس مش ياخد بالها منها أنا بختار يا جماعة فبختار بناء على قناعات كابتان عدل قويس ونافتح حتة دي لان حتة دي دايماً قلقاني بصراحة أنا اخترت بناء على قناعات وجبت الراجل وديته كل الصلاحيات وجاب لعيبة ما ينفعش غيار لأن أنا بقول للناس اللي أنا كده بعيد خالص عن الموضوع موضوع الاختيار نعم أحسن الاختيار بالزبط أنا شخص كمان وخاصة الأندية اللي في الدور الممتاز بالزبط بالزبط طيب يعني كل التوفيق ناد لإنبي كابتان طارع عبدالله برضو مدرب كويس قوي لكن الظروف زي ما قال الكابتان عبدالله عام المشكل كويس جدا بالزبط هو الماتش ده يمكن الظروف يمكن كانت الروح القتالية زيادة شوية احتمال برضو أن النادي فرط في لاعب بحجم محسن صلاح محسن صلاح محسن يمكن دي برضو بتعمل قبل كده أمبي عنده قعدة ناشئين يا كابتان عادل حاجة مهولة كابتان أمام محمدين دايما باتكلم على كابتان أمام محمدين حاجة في عالم الناشئين بيجيب لعيبة طعفش كبهها ازاي أكيد حضارك طبعا عارف دايما بيطلع لعيبة بس معرفش سلسات أمبي الإدارية تغيرت إن أنا أبدأ بيعي لعيبة إن أنا أعتمد على لعيبة وبعد كده أعمل نجوم وابعها فمش عارف إيه اللي في دماغهم بالزبط إن شاء الله في نقطة مهمة جدا لازم بتكلم فيها حقيقة لأن في نغمة كده مش عكباني وحتى كانت بتتقال في السنة اللي أنا توليت فيها قطاع الناشئين إنه قطاع الناشئين في الأهلي يعني ما فيش تصعيد وقالت له أخي اللي بينطقت كده قالت له أنا بشكرك جدا نادي تتني فرصة واحد من الإعلاميين الكبار ده كل الأندية لعبة الأهلي الصغير فأنا قلت له طب القوام الأساسي اللي موجود في النادي الأهلي 85% منه أو 90% منه من قطاع الناشئين لا خلينا نبعد عن نادي الأهلي أقولك أنا سهلها لحضرتك كمان خلينا نبعد عن فريد أقول نادي الأهلي ما تشوف الأندية بتاعة مصر كلها هتلاقي كل قوامها لعبة أهلي صغيرين طب والمدربين يبقى أنا والمدربين كمان ومدربين هتلاقي أنا كقطاع الناشئين ناجح جدا علاء عبد العال إذا كان حسام إبراهيم إذا كان ضي عبد الصمد إذا كان محمد يوسف إذا كان مختار مختار علي ماهر علي ماهر كل دول من قطاع الناشئين نتكلم علي دي الوقت فأنا أمبي طبعا منافس وقوي وإمام محمدين يعني رجل شغال كابتن حاجة عميل نمر واحد في مصر عشان ما ننساش أنا أنا في قناة الأهلي ولازم جمهورنا عارف الكلام ده النادي الأهلي على مدى تاريخه كل ولاده التشكيل الأساسي بتاعه كله من قطاع الناشئين في النادي وبعدين الزيادة بيروحوا بقية الأنديه النهاردة نصر كلها نصر ماهر عامل إيه النهاردة بالزبط بالزبط فرخة فرخة كده حاجة جميلة كده تتاكل كده فرخة كشك أنا مش عايز أقولت بكشك يعني لا إحنا دايما لما بنيجي نتكلم بتكلم بمنتهى الوقعية ويعني منطل المصدقية كمان بنتطلع الأهلي بعيد عن أي حاجة بصراحة يعني أنا ما أتكلم على قطاع الناشئين نادي في حتة تانية خالص مش معنى كده أن أنا بقول الإنبي لا أنا بقول نادي الأهلي في حتة تانية لأن نادي الأهلي حضرتك زي ما بتقول قطاع الناشئين قوامه الفريل الكبير كيبقوامه الأساسي من قطاع الناشئين لأن دايما كلها في مصر قوامها منتخبات مصر وانتخبات مصر ومدربين وانتخبات مصر كلها قطاع الناشئين والشباب والفريل أول بالضبط انت الراحل ناس اللي رايحة كاس العالم كام واحد من الندر بشألم سبعة بالضبط المباراة كانت مهمة جدا كابتن مباراة دجلة وبترجلتي كابتن طاري العاشر كابتن طاري إحيا ودجلة يعني عايز نمسك أي أشيان وكان ثلاث نقاط صعبين جدا بس خدوها دجلة يعني من بوق الأسل زي ما بيقول بترجلتي ماشي كويس قوي مع كابتن طاري إحيا محققين تصارات دجلة كان ماشي وحش قوي مع كابتن طاري كابتن طاري بيحاول يعالج الأخطاء اللي سابع كابتن أحمد حسان ميدو يعني مش عايز أقول أخطاء لكن كان بيراهن كان بيراهن أن أستاذ ماجد سامي على أحمد حسان ميدو أنهما عايزين يعملوا حاجة لكن الموضوع الولد الصغيرين بالزبط بالزبط لا ما هو الدوري الممتاز علشان كده دايما دايما رئيس النادي زي كده دايما برضو خلييني دايما أهلاوي زيادة شوية يعني بصد تلاقي كابتن صالح لعيب كورة كابتن حسان كابتن عبد الصالح كابتن خطيب كابتن حسان حمدي طبعا كان لعيب كورة ثم اشتغل في الإدارة فترات كتيرة فدي بتفرق قوي أن أنا و أنا بختار أن أنا و أنا بدير النادي ببقى عارف أن في حاجة ما ينفعش أنها تتعمل ما ينفعش أن أنا أراه أن أنا لعب ولد صغيرين في دوري الممتاز من غير ما دعمه بعناصر فيها خبرة الممتاز دي عناصر مهمة جدا الولد الكبير اللعيب الكبير اللي بقى جوه الملعب بستوارش بيعمل قد إيه إشعاع كده حواليه لو فيه ولد أو اتنين صغيرين بس ينفع كابتن عادل إذا اعتمدت على مدرب له من الخبرات الكثير ما احترامك كبير جدا لميدو ميدو مشروع مدرب كويس قوي لكن الخبرات تنقصوا شوية في التدريب وبرضو الولاد كان مفروض يدعم بولادك يعني حلقل بخمس ست صفقات الماتش انت عم بارح الحقيقة يعني أنا كنت مشفق جدا على طارق لأن ودي دجلة كان دايما من الأندية اللي هي دايما في وسط الجدول دجلة في المركز اللي 14 عنده 23 مد مهدد بالهبط مع كل الإمكانيات اللي موجودة واعتقد ان جابوا جول في الدقاية الأخرانية بالضبط كان مغلوبين واحد وبعدين اتعدلوا ثم الجول في الدقاية الأخرانية فطبعا الدفوس ده كان في آخر خطل خلاص حاجة بسيطة فاعتقد ان ان شاء الله بإذن الله تعالى ودي دجلة ان شاء الله يعني يكافح كده وما يعوش في الخطأ ده تاني أكيد أكيد يعني هذه غلطة بحاول يعالجها الأستاذ مجد سامي برضو حاجة كويسة في عالم الإدارة ان شاء الله كل التوفيق لدجلة مباراة برضو مهمة جدا لإنتاج الحربي والاتحاد السكندري والاتحاد السكندري لا جديد أعتقد أن المدير الفاني مقابل هدفين مكيدة وكابت المختار مختار ثلاث أهداف أو هزيمة أدت إلى تغيير المدير الفاني طيارة طيارة على طهول مكيدة برضو تغيير مدربين وطبعا النائب مصلحي حاجة حخيرة حاجة عظيمة جدا أول ما جاء طبعا لم يتأخر عن النادي ولا عن جمهوره وجاب صفقات بصراحة عملت فارق كبير جدا محمد إبراهيم تحديدا واللي فيه اتنين أفارق أظنني لا محمد إبراهيم مدير الكورة هو الحالي هو اللي جاب الصفقات يعني كان ليه دور كبير أو في الصفقات يعني هو الاختار يعني فيه صفقات ست صفقات أعتقد عملوا شكل مختلف وطبعا محمد إبراهيم ده مدرب وإداري وللأسف كان معي على تليفون الأسبوع اللي فات أو مباراة الجولة 22 وقلت له يا كبتل محمد أنت ليه باعت عن تدريب يعني أنت شربت من كابتل طلع توصف كتير قال أنا ما باعتش بس أنا الحج محمد المصالحي طلب مني تولي المسؤولية الإدارية كمدير كورة وأنا مقدر شرفه طلب الحج محمد المصالحي لكن أكيد ندلت حتى تخسره وأنا شايف أنه أكيدا صراحة أنا شايف أنه هو مدرب شو أكتر ما هو مدرب عملي في الملعب واضح بارح كابتل مختار بارح عمل جيم كبير أوي وكسبان 3-0 وحتى أنا كنت متابع المباراة وبعضين حتى بعد نهاية المباراة حسيت أنه يعني فيه مرارة كده في صوته لأنه كان ممكن جدا يتعادل بعد ما كان كسبان 3-0 فيه نوع من الارتخاء شوية فيه نوع من الاستهتار شوية المبلغة في الاستحواز على الكورة أنا نشوات أنانية فرص كتير ولا زعلان على نهاية التحاد السكندري لا هو زعلان على فرقيته وعزي التلاتة بمط بطوع واخدت 3 نقاط خلاص كابتل مختار طبعا فأيقول أنا عملت طرطية حلوة أو عملت حاجة جميلة قوي وعيني روح تراني عليها تراب بعد ما عملتها فأنت عمل جيم كويس قوي وكسبان 3-0 تيجي في الآخر يجي فيك جولين ولو فيه وقت شوية كان يتعدل كان ممكن يتعدله دي حقيق فإنما طبعا كابتل مختار برضو من الناس بيختار الفرقة مش هوش بيختار الفرقة اللي بيجيله شو بيعمل معها الطفرة اللي بيعملها معها إنها مجد عبدالعطي مدرب عام حافظين بعض مجد برضو مدرب كويس أو مشروع مدرب كويس آه طبعا وهو كان لعب طبعا كان لعب هائل فالتنين عاملين توليفة مع بعض جيدة والإنتاج الحرب يماشي بخطة جيدة جدا وأعتقد إن الماتشات اللي جاية بالنسبة لكابت المختار هتبقى الأداء هيبقى فيها أفضل ليه؟ لأن كنت تقريبا الربط من البعدة عن الحتة اللي فيها اللي فيها يبقى هبوط والحاجات دي فيبقى الأداء اللي جاي هيبقى فيه نوع من الهدوء أكتر ويبقى فيه نوع إن كان اللعيب يعني بشيئات دي زي ما أنا عايز هيبقى فيه البديل يدخل هيبقى فيه الريحية المدرب هيبقى فيه الريحية دي أنا غير وإن أنا أعاقب أي حد أساسي مش بيقديش بالشكل الجيد ممكن يتغير بالزبط MB والمكاسة وطبعا حضاركوا عارفين إن MB اللقاءه مع المكاسة تأجل لانشغال المكاسة بالبطولة الأفريقية بعد كده ماتش الأسيوتي والنصر ومكسب كبير أولي علي ماهر خمس أهداف مقابل هدف واحد شايف علي ماهر إزاي علي ماهر هو طبعا كاناشق في النادر آلي ثم لاعب ثم رقم ثلاثة في الجهاز الفني المرأبة دي من بعيد بتدي نوع من الشخصية إن أنا وانا بعيد ومش واخد مسؤوليات كبيرة إن أنا أشوف إيه اللي بيحصل إيه الإيجابيات واللي بتحصل في تيم النادر آلي وإيه اللي أنا ممكن أخذه من كل مدرب أصدق أنه استفاد غير مدرب تالي بيقعد بقاعد بس يتفرج أنه متفرج إنما لا بيشوف وعارف بيتعلم وبيتعلم وبعدين بيتطور نفسه كل البرامج أنا عارف كده كل البرامج التدريبية اللي موجودة ببرة هو بيتطلع عليها ومشترك معها الحاجات اللي بتتحضر بالنسبة للتدريب بالنسبة لإقراءة المباريات والحاجات دي برضو عمل طفرة في الأسيوطي أسيوط السنة دي غير السنة فاتت عمل طفرة خالص عمل طفرة كمان في شكل الكورة شكل الأداء مفيش تطفيش كورة تدعب من الحارس المرمى تتنقل مفيش تطفيش حتى السردباك لما بيضغط عليه بيطلعها في مساحة مظبوطة حقيقة وبعدين تشوف الكسافة الهجومية أنا أقول الكورة على الأطراف بتلاقي خمسة ستة الممدفعين وبعدين الحاجة التانية الفيتس قويس أوي أكيد فيه أحمال بتتاخد بشكل جيد البودلاء اللي موجودين معاه برضو بشكل جيد طبعا إيس النادي ده رجل اللي عايش في أوروبا والحاج الأسيوطي وعارف يعني إيه البرنامج اللي ممكن يتعمل وبيبني في النادي كل ما هو متطور بالنسبة للاستشفاء هتلاقي فيه جهاز معمول عندهم الاستشفاء اللي كان موجود في ألمانيا وموجود في ريال مدريد اللي انت بتخش فيه درجة البرودة معينة أنا شفت بنفسي لأمانا روحت عملت اختبارات النادي الأهلي في الأسيوطي عادنا أربع تيام فكنا بنلف نبص على النادي وعلى الإمكانيات فما فيش شك طبعا ما ننساش كابتن هدي خشب هدي خشب كأداري ده له من يعني الخبرات الخبرات ومطولات وهو الأخره مهدو طبعا بيوفر لكابتن علي ماهر الجو الصحي والإداري اللي على أعلى مستوى اللي خليه ما يشغل بالجانب الفني بس انت اشتغل في الجانب الفني بعدين هو اللي أنا عرفه برضو انه علي قاعد في الأسيوطي ما بيروحش عايز ينجح صبح ودور عايز ينجح السنة دي هتخليه السنة الجاية ان شاء الله في المدى في الأسيوطي ما مش هيسيبه أو في الندى كبير ما يسيبوش دلوقتي ما يسيبوش دلوقتي لأنا أنا حطيت باصمة الولاد حفظني أنا حفظهم ممكن السنة الجاية مستمر معهم إن شاء الله لما يعودوا في المنتز السنة التالتة يشوف هتجيلوا حاجة تانية أحسن إن شاء الله رأي حضرك ان طالما ننجحت مع فريق حفظني أستنى سنة على الأقل أنا هروح حتة تانية أنا مش عارف إيه اللي هيحصل أنا ممكن جدا نقع في مجموعة ما تدينيش الحاجة المجموعة تلعبين يبقى أنا هذيبت تاني إنما نشغل أنا مع مجموعة وعملت قوام أساسي وفي تشكيل دور المدرب إنه هو يخلي فرقة شكلها حل يفرض على الفرقة اسلوبه شوف العرب يحبه زي بعض الزبط يحبني كمان أنا لما أتكلم أنا معالي بجيلي على التليفون أقعد أتكلم معاه في الكورة أنا بستمتع بصراحة بيقعد يكلمني في الكورة حسنا أكلم مدرب أوروبي إن أنا أنا محتجتش لتنين ديفندرات ساعات ما تشاط ليه أحطت تنين ديفندرات بروح ما أطلع على الديفندر ومنزل واحد ديفندر صنع ألعاب وروح مش عارف موادي اللعب فين وقف المساحات فين تحس أنت تتكلم مع حد فاهم قوي وحنا بلعب ثلاث وحنا بلعب ثلاث إن أقل لمسة في الدورة المصر أو أقل لمسة من مدرب فاهم شوية لو عشرة في المئة حتى بيبهن في الدورة المصر أكيد لأنك أنت لما يكون عايز تنجح وبعدين ربنا بيبعث لك المناخ والوقت والجول من الرئيس نادي لمدير كورا لعناصر من اللعيبة مفيش منهم نجوم مفيش حد عنده نجم يعني كلهم معنا حبيبك كابتن مختار يا نجب لك حبيبك كابتن مختار كابتن مختار مختار مدير فني لنادي الإنتاج الحربي منوارنا كابتن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كابتن عاد نعم شاء الله يكون بخير إزايك يا حبيبي الله يخليك يا كابتن الحمد لله لبناء ألف وبروك ألف وبروك لا يكير والله يخليك أساسا يا كابتن مختار إزاي مستحمل مجدى عجلات يا كابتن آه والله انت شفت أنت يعني عشرته قد إيه يا كابتن أنا مش مصدق بصراحة عشان تعرف الأمر صعب من إتبالي الثاني والله يا كابتن حضرتك يعني حضرتك إن شاء الله رايح الجنة رايح الجنة بس كده أنت متأكد خلاص ترعي لا أكلم ألك هو اللي همتين إن شاء الله ربنا يخلي حضرتك ألف مبروك على مبارات الأمس كانت مباراة يعني صعبة جدا كابتن عادل طاعمة بيقول تصرحات حضرتك بعد المباراة كنت زعلان إن حضرتك جي فيك هدفين في آخر مباراة نعم يعني ماشي ماشي بصال إحنا بشكل جدا أنه إحنا سيدين الأمر وبعدين كتبنا ثلاثة وخلاص الفرقة تلعف من المباراة إحنا دخلناهم بشكل كوي جدا وبدون أي لازمة وبعدين يعني أما تكتب ثلاثة غير أما تكتب ثلاثة اثنين وبعدين البنين يجوا في الآخر في الشكل اللي هم يجب فينا ده أكيد إن دي حاجة برضو بتسعل وأكيد إن هي برضو بتضل إن إحنا عندنا بعض اللي لاينا ما عندهاش خبرة كافية أكيد بتقدر تسير بيها الأمر الصريحة كما يجب يعني أكيد لكن الحمد لله زي ما يعني الكابتن عادل تقول قوي يعني طبيعي إن إحنا كتبنا وكتبنا مكسب كبير قوي وفرقة في منتهى الصعوبة وخلي بالك بالزبط بالزبط إحنا المعصيات بتاعت الموضلاء قابليها صعبة جدا بالزبط يا كابتن الإتحاد فموقف صعبة جدا دي حقيق سوادي دجلة جزبة الماتش اللي قابليه وكلنا إحنا علفنا هم عادش الإتحاد عامل تعديلات هايلة جدا جدا متعادها بشكل كبير قوي فده عامل طبعا أكيد كل دي معطيات قدامك وإنت بتشتغل عليها بعدين نبط يصل لك الأمول وستهلك الأمر وإن أنت تكسب سكور وإن تدخل الفلقة تاني في الجيل يدخلوا كده أكيد أن دي حاجة صعبة وهي دي اللي كانت تزعى للوعد لكن أكيد أن هو مكتب كبير جدا يعني الحمد لله أكيد يا كابتن يعني كابتن أسأل حضراتك سؤال حضراتك في المراكز اللي كانت قبل المركز السادس أكيد كان فيه قدود على حضراتك بتفرض عليك تشكيل معين طريقة معينة حتى في الكلام كلامي صح أو أيوة طب تصدق والله أنا المحاضرة اللي أنا قلتها بكلامي إن إحنا هو يعني أنا حتكلم في الكرة في إيه يعني الكلام اللي نحن نتكلم كعطول لكن في وقتنا معين لازم نتكلم فيه كلام مختلف خالص بالزبط وكان فعلا كلامي مختلف خالص مع الأيبة يمكن أنا أول محاضرة أقولها بالشكل دوت لكن طبعا يعني أكيد ترتياقها برضو قلت خطوط العريض اللي إحنا بنلعب بيها يعني لازم نلتزل فيها ونشغل بيها أكيد كمان زودت في الحكة الفانيات بشكل كويس والحمد لله اللي أولادي استجابوا بلح هايل جدا وكان لها دول يعني إيجابي بشكل كبير كثير والحمد لله أني أنت تدعسي ثلاثة بولت وخلي بالك الدولي صعب قوي جدا البونت بيفق فيه أكيد لكن أنا أقولها لهم حتى ما بالك الثلاثة بونت الثلاثة بونت بيطلوك نقلع بعيدة خالص عن أي حد وبعدين إحنا إحنا بالضبط خمس ست فلأ كلنا ولا يبين من بعض أكيد اللي بياخد ثلاثة بونت بيين النفس نقلة جديدة جدا فما بالك بقى لو أنت أخذت كمان ما تشيل ثلاثة ولا بعض بالضبط أكيد إن لك أمر هايل جدا وبعدين يعني المنافسة جديدة جدا حتى اللي تحت اللي تحت جايلك بشكل كوي جدا أكيد ده أصعب فرة أصعب فرة يعني طبعا دايما القهازي بيكتب قالي قولت الأمر صعب لأ ما تحسبش الدول ولا ولا لكن أنا أقول لك الدول تحسب بس ده أنا أقولها بس كده لكن إحنا بقى تحت ما تش حاجة تحسمك حاجة تحسمك المنافسة بقى تحت يعني أشرط بكتير جدا من المنافسة فوق دي حقيقة فوق أنا من وجهة نظري إن هي يعني يعني مضمونة مية في المية للنادي الأهل دي حقيقة كابتن يعني برضو كابتن مختار سؤال لحضرتك إمتى كابتن مختار مختار هيقول أنا هنافس بالإنتاج الحربي على صدارة الدوري الممتاز لما جيب لعيب بثمن واحد من اللي جابه أهلي أو زمالك يعني إمكانيات مادية كابتن مختار طبعا طبعا يعني إنت عندك لعيب أهلي جابه أهلي واحد جابه زمالك الميزانية بتاعتك طب حضرتك كان عند حضرتك عمر السعيد لعيب كويس قوي 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 أنا استغربت بصراحة لما شفته ميشي من الإنتاج أقول لك تفضلك يعني يعني يالب بعض الأقناء تفضل لك اكتنع بكلام حضرتك طبعا أداء الثنة دي تاخذ ثاني بالضبط الدولي هيخلص في شهر خمسة أو نصف خمسة من دلوقتي لغاية نصف خمسة بالضبط تلس شهور يعني تلس شهور وبعدين في العقد اللي احنا عملناه إنه لو لوح أي فرقة من بعد ودي دجلة أخذ منه ثلاثة ثلاثين سلمية هل الأمر ده ما يخلينيش وخصوصاً إنه بقيت كلها بزنة لها كلام حضرك صحيح فينفع أن أنا أستدنا علي الشعور الزهاتة وبعدين نحن لي بالك بلس الحمد لله اللي احنا عملناه واللعيبة اللي احنا جدناها في شهر واحد أكيد إن شاء الله تقدر تعوضنا شوية يا عمر وله أمره طبعاً مدامين تحسين لازم برضو تتفكر في اللي يجي لك أكيد أكيد يا كابتن وده السؤال اللي كنت أسأل حضرك خالد أمر تحديداً عوض كتير قوي من عمر السعيد وحضرتك قلت له ايه عشان يرجع لخالد أمر كده لا ما هو خالد أمر ما انت يحسي معي دلوقتي خالد أمر لجع معي السنة اللي فات تمام السنة اللي فات وانا في التحاس كان داري تمام يمكن أول تجربة خالد أمر معاي تمام خالد أمر ما كانش يعرفه ولا يعني يعني أعرفه كده عائد كور خالد أمر لما اشتغل معاي الحمد لله يعني ايه حتى انا في أول ما جل كلمته كلام هو زعل منه فشوية لكن بعد كده حافت ان الكلام دوت كان بالنسبة له هايز جداً جداً لأننا يعني ايه أنا عارف طبعاً خالد أمر وعارفه مكان يافي احنا جينا في نصف السنة السنة اللي فاتت نادي الزمالك طلبه بشكل قوي جداً جداً وكان في مشكلة في لها جداً ما بين الناديين خالد أمر يرجع ليه لأن خالد أمر كان قبل ما يجي لها رسول فقاله سنة ما بيلعبش كور تمام لكن الحمد لله الشغل اللي احنا اشتغلناه معه مع الصبر اننا صاري بلطة علي ولا انا كنت بقولهوله ولا هو كانش متده الحمد للده يعمل لنفسه موسم هال جداً السنة اللي فاتت ودية اللي خلت الأمر بالنسبة لي دلوقتي السنة أنا بقيت فاهم خالد وخالد بقى خلاص الأمر بالنسبة له بالنسبة له معنا بقى في حاجة يعني فيها تفاهم اكيد اكيد لها دينا انه لما جيت خلي بالك خالد ياله علود كتير قوي موفقش بأي حاج اكيد 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 الحمد لله اكيد انه هو اتمنى ان شاء الله انه هو يوسط معنا وينجع خليت أمر وذي مكان خليت أمر اللي الناس كلها كانت عاد كابتن مختار كل التوفيق لحددك وان شاء الله نشوف الانتاج الحربي معاك في مكان تاني خالص ان شاء الله نشوفك بتنافس على الدوري كابتن مختار مختار مجيد شكراً جداً لحضرتك بجيب لك ناس بتحبهها كابتن بجيب لك ناس اللي بتحبه يعني برضو كانت مباراة طنطة واضح اليوم الاثنين ط Qianta وطلاق الجيش وأكيد مبارات الاهلي والمقاولين العرب شايف المباراة زي في الظل نحن لسهم لعبين قالت بندما كسب Lex Schokas مش رايح مثل. تكلم عالاي على لا الاهليespère بدنا con�문 throttle يوم الاثنين من ثلاث أعداف حل evaluate حيل الناد الأهلي وظهر بصورة البطل في هذه المباراة تحدي شايف المباراة جوي تبقى شكلائي الكيرف بتاع النادل آلي الحمد لله فضل الله يعني الكيرف فيه صعود نتيجة استقرار إداري استقرار فني حقود لعبين صفقات مجلس إدارة نجاح باهر في الانتخابات ده بينعكس على فرقة الكورة سواء إحنا رضينا أو مرادنا أكيد أكيد كل الناس معكس اللعيب بيبقى عارف إيه أنا رب الأسرة إيه بالنسبة لي فدي نمرة واحدة نمرة اثنين لجنة كورة بتدي استقرار فيه نوع من التبادل للأراء فيه نوع من الصفقات اللي أنا بجيبها الإعارات اللي أنا بعملها الجهاز الفني نفسه باختيار الكابتن حسام يختار المعاونين بتوعه مع الكابتن سعد عبد الحفيز طبعا الكابتن سيد كخبرة إدارية عالية جدا مع التوأمة مع كابتن حسام ده كان جانب إدارية جانب الفني النادي الوحيد اللي بيعمل عملية تثبيت التشكيل مع نوع من التدوير بيعمله ببراعة بيعمله ببراعة وطبعا قبل البراعة وقبل أي حاجة في توفير ربنا بس توفير ربنا ما بيروحش إلا للمجتهد اللي يستحقه اللي يستحقه فربنا ما بيديش إلا إذا كان أنت بتتعب وبتعرق فهم ربنا يديلك فيديلك الجل في أول ثلاث دقايق وبعدين بعدها بشوية الجل التاني وهكذا حتى في ماتش الزمالك لو تفتكر ماتش الزمالك في أول دقيقة هدف وبعدين الهدف التالي ثم هدف التالت توقيتات لو أنت كمدير فني يعني طلبتها كده لنفسك مش تطورها بالطريقة بالضبط الماتش اللي جاي أعتقد أنه فيه عناصر كانت مصابة هتبتر تدخل المدوج اللي موجود وإننا البديل اللي نحطه على كفاءة يعني لما تمسك الباكليفت هتلاقي معلول لعب ماتشات كتيرا وهتلاقي صبري رحيل لعب ماتشات كتيرا برضو وطلعنا حسين السيد وحسين السيد وعندك أيمن أشرف ممكن يلعب ناحية الشمال بس لما تتعالج حتة الاستوبرين بالضبط الإصابات اللي جاي في الحتة عنق الزجاجة دي ده يعتبر حاجة كبيرة قوي لك أنتك سعد يقالي بتلعب من غير من غير سردبكين بالضبط وتلعب قلبيه ونفسك قوية جدا وعندهم فرودة يعني كويسة جدا ومع ذلك ما بيروحوش لجولك يبقى ده تكتيك اللي بتلعب به وبعدين ما فيش نوع من المكابرة فيه نوع من التواضع ما هو التواضع إن أنا أنا بلعب الزمالك جبت جول ملعب المقولين جبت جول بعمل ايه ما بندفعشي عايز أجيب التاني تفاكر الماتش اللي فات السلية في آخر ثواني رايح يجيب جول الرابع بالضبط بالضبط روح حلو ودي الحاجة دايما دايما كنت بقولها وقلتها يمكن في قناة الأهل قبل كده الميزة عندنا ولاد الناد الأهل بتحط اللعيبة في بطولة داخل بطولة يعني انت عتاكم بطولة تتدوري نجزم تاخد بطولة تانية ايه هي يجي فيك أهداف قليلة قوي وتجيب أهداف كتير قوي وما تتغلبش واتمتع الناس بالأداء بالجمل ويبقى الناس مستمتعة بين النتيجة وبأداء مش زي الناس اللي تطلع تقولك مش مهم الأداء إزاي مش مهم الأداء إذا ما كانش فيه أداء مش هبقى فيه نتيجة يبقى فيها عشوائية مباراة قليلة قوي اللي ما بنحتاجش فيها أداء عشان نبقى برضو تحديدا منصفين لا لا أنا مختلف تماما على الكلام ده الكلام ده أنا لا أقتنع به اللازم بقى فيه أداء أنت شفت برشلون المدشل أخراني يلعب مع فينسيا شفت بلعب الكرة إزايك في ملعب فينسيا بضرب بضرب لا هي دي مهو ده مهو ده برشلون المدريد بينفسوك في البطولات على المستوى القارات فأنت كمان الجهاز الفني بتاعنا بيشتغل ما ينفعش يا كابتن إن أنا بقول بتاعي يكون بيشلت ويلعب الكرة أي كلام لا بتبدأ أجمتك من تحت أي من أشرف بيأخذ الكرة بينقلها يروح على الطرف الشمال سعد سمير إذا كان نجيب إذا كان فتحي إذا كان باسم إذا كان هاني كل واحد عارف إن فيه أربع خمس جمل عشر جمل كابتن بيحفظها لهم تمام هتوصل للجول إزاي ممكن بيكورة عشوائي واجيب جول ما بقاش نادل آل أبقى أي فرقة تانية لازم يبقى فيه أداء ما ينفعش ما بقاش فيه أداء وقول أنا هجيب نتيجة هجيب نتيجة إزاي الفرقة قدامك بالدافع وقفل المنطقة قدام جول هجيب جول إزاي إذا ما كانش فيه فكر وفيه أداء ما ينفعش أجيب مكسب ممكن يبقى ده استثناء حاجة وطبعا إحنا ما نتعاملش في النادل آل بالاستثناء أكيد استحالة أكيد فطبعا الماتش اللي جاي الكيرفر اللي طالع بإذن الله تعالى هيفضل مستمر وحتى بإذن الله تعالى لما النادل آل جماهيره الـ 80-90 مليون دول يعني ما اعتقدش أبدا هيقبله أن النادل آل ياخد بطولة من غير ما يكون بيمتاعهم زي الماتشات اللي فاتت كلها أكيد فيه متعة أكيد وفيه سنائيات وفيه جمل وفيه أهداف بضيع كل الكلام ده منتظرينه مع حالة الصعود وحالة الاستقرار اللي الموجودة ودي كلها حاجات من حي الجهاز من حي الإدارة وكل اللاعيبة طبعا بعيبة كلهم رجالة فيه قوام أساسي للفرقة هتلاقي فتحي هتلاقي شريف هتلاقي الشناوي هتلاقي 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 الفروضة كان عمر كان مروان كان مؤمن كان الشيخ كان هشام يعني العناصر دي لما أي ولد صغير يطلع يلعب جنبهم متطمن متطمن بالضبط إسلام محارب كلهم ولاد النادي الأهلي يعني كابتن عادل للأسف في وقتي خلص مع حضرك لكن هتلاقي سألتك سؤال مهم جدا من وجهة نصر حضرك شايفش ناوي إزاي وهل إن حضرك في اتجاه إن الحارس لازم يلعب لغاية لما الجهاز الفني يشوف إنه لازم تغيير أو لازم تغييره أم لا مباراة مباراة أنا يا أخي معجب أو جماعة جماعة طبع برشلونة معجب بيهم جدا أنت وصلت للفينال للسيم الفاينال أو للدور القابل النهائي وهتلعب النهائي جيني الجول اللي بيلعب الجول اللي بيلعب نمرة اثنين فهم بيتعقدوا في العقد بيقولولوا أنت ما تشات الكاس تعتك بالضبط مباراة شايل جول ما حدش يشيله في توقيت خطر جدا فممكن هي مدارسة كبت في ممكن أنا عندي جول أساسي وعندي جول نمرة اثنين واسبها كده لما يعني اتعور ما قداش بتاع حصل ضروب ولا حاجة نمرة اثنين ممكن يلعب إنما في مدشات في مدشات لما تخش بقى تخش في أفريقيا وكاس عالم وخلافه لازم يجول الخبرة اللي عنده خبرات هو اللي لازم يبقى موجود لأن الخبرة الدولية دي مهمة جدا غير المحلية أنا شايف أنه شريف عنده الخبرة الفنية والدولية أكتر من الشناو فلازم الدفع به في فترات لأنه المنتخب محتاجه والنادي الأهلي محتاجه فلو قاعد أكتر من كده ده من وجهة نظري أنا ما بفرطش طبعا من لقدر الله لا 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 أفرد رأي ولا حاجة يعني إنما الخبرات بتاعت شريف مش نتيجة واحد اثنين ثلاثة إعلاميين بيضغطوا عليه عشان يوصلوا لحد معين معاه إنما عمري ما هنسى إنه في نادر آلي العشرة سنين اللي فاته كاس عالم للأندير منتخب مصر آخر ماتش من منتخب مصر مع مين مع غانا كمين نجم المباراة إنشريف حتى فظل تقلقوا الشناوي الملفت وماله وماله وعلي لطف كمان لما ييج التنافس ده جاء حلو جدا هو أنا علي علي أو الشناوي مش يلعبه لا يلعبه أنا ممكن نعمل بقى في نادر آلي الكلام ده إنه نمر واحد في الجدول فلان ونمر اتنين في الكاس وأفريقيا فلان ويبقى معروف الكلام ده ممكن أحدده بس فدي هي مدارس وأشوف المدرسة اللي بتناسبني في مدرسة في العالم بيقول لك هو جول واحد وبس بيرشلونا عمل استثناء إنه ماتشات الكاس بيلعبها بالحارس الآخر بيبقى عارف إن ماتش الكاس هو هلعبه حتى الفينال اللي جاي على كاس أسماني هو اللي هلعبه قمة الثقة دايما يعني بيستمتع بلاك واضحك بجد والله ودايما بتنورني وتشرفني في بيتك ربنا خليك شكرا جدا لحضرتك